موسيقى نشت والاخبار من قناة الجزائر الدولية اهلا بكم والبداية بابرز العنوين مضاعرات رافضة لقرارات رئيس التونسي واتحاد الشغل يرفض عودة البرلمان المجمد موسيقى بعد اداع ملفه لرئاسيات دعوة الى وقف اجراءات ترشح سيف الاسلام القذافي موسيقى موجة تضخم قياسية تهدد العالم باسواء ازمة اقتصادية منذ نصف قرنة اكبر اقتصاديات العالم تدخل مرحلة الغلاء الاعنف منذ ثلاثين عاما موسيقى بعد الصين وتركيا الهند تتحدى واشنطن وتتزود بمنظومة صواريخ اس اربعمائة الروسية موسيقى الوحي شعار مهرجان بيروت للأفلام الفنية الوثائقية المنتظر منتصف الشهر الجاري موسيقى اهلا بكم من جديد وسط انتشار امني مكثف خرجت في العاصمة التونسية مظاهرات رافضة لقرارات الرئيس قيس سعيد في غضون ذلك اتهم الرئيس التونسي جهات لم يسمها بمحاولة زرع الفتنة مشددا على التصدي لكل محاولات ضرب الدولة من الداخل فيما اعلنت الداخلية التونسية عن ضبط عدد من الاشخاص وسط المتظاهرين بحوزتهم اسلحة بيضاء هذا حال العاصمة تونس بعد نحو اربعة اشهر من التدابير الاستثنائية التي اقرها الرئيس قيس سعيد ذات الخامس والعشر نجويلية هنا رئيس البلاد المتهم بالاستحواذ على جميع السلط وتجميعها يغرس الشجر غير مبال بما يحدث حول ساحة باردو في محيط البرلمان من قبل نواب جمد صلاحياتهم ويتهمهم اليوم بصنع الفتن الرئيس تعهد بالتصدي لهؤلاء ولكل من يحاول ضرب البلاد من الداخل اعداد المتظاهرين الذين لبوا نداء حملة مواطنون ضد الانقلاب كما تسمي نفسها لم يكد يقل عددهم عن عناصر الامن الذين طوقوا كل المداخل المؤدية الى البرلمان واتهمتهم الحملة بتعطيل وصول مواطنين الى العاصمة للمشاركة في احتجاجات مناهضة للرئيس اتهامات اطلقها جوهر بن بارك منسق الحملة قائلا ان السلطات تنتهج اساليب القمع ضد المظاهرات والتضييق على حرية التعبير بدورها اعلنت سامير الشواشي القيادية في حزب قلب تونس ونائبة رئيس مجلس نواب الشعب في كلمة امام المحتجين عن مباشرة اعتصام مفتوح قرب مقر البرلمان الى غاية رفع الحواجز الامنية والوصول الى ساحته وامام حالة التدافع مع عناصر الامن تعالت اصوات المحتجين تطالب بالحرية وعودة عمل البرلمان فيما قالت وزارة الداخلية ان وحداتها الامنية تمكنت من ضبط عدد من الاشخاص وسط المتظاهرين يحملون اسلحة بيضاء مختلفة الاحجام والاشكال في خضم الاحتكام للشارع وحرب التصريحات بين داعمي قرارات الرئيس قيس سعيد والمناوئين لها يزول الغموض اخيرا على موقف اتحاد الشغل الذي رفض صراحة عودة البرلمان المجمد واشار الى اهمية الاسرع في اتخاذ خطوات الى الامام لتكون فرصة تاريخية لاحداث القطيعة مع عشرية غلب عليها الفشل على حد وصفه هذا واكد الامين العام المساعد الاتحاد العام التونسي للشغل محمد البغديري في تصريح لقناة الجزائرية الدولية على ان قرار الاتحاد واضح بخصوص رفضه عودة البرلمان المجمد لكن يرى من ضرور الاسرع في اتخاذ خطوة للامام قفوا موقف مبدئي للاتحاد العام التونسي للشغل الذي بارك الحركة التصحيحية اليوم 25 جويل التي اقدم عليها رئيس الجمهورية وطبعا اسباب الازمة والذين سببوا هذه الوضع السيء لبلادنا هو ما وصل اليه حال هذا البرلمان الذي امضى سنوات في الصراع والصراع الذي لا يوجد نفعا في حين كانت البلاد انه من الفقر ومن الجوع ومن التخلف فكل المؤشرات كانت سلبية اوضع سيف الاسلام القذافي ملف تراشحه رسميا للانتخابات الرئاسية غير انه لم يلبث حتى طلب المدعي العام العسكري الليبي بضرورة وقف اجراءات تراشحه وكذا المشير خليفة حفتر بناء على المتابعات القضائية التي تواجههما خطوة تضع مفوضية الانتخابات امام حرج قانوني جديد بحسب متابعين جالسا الى فرع مفوضية الانتخابات بمدينة سبها جنوب البلاد سيف الاسلام القذافي يدع ملف تراشحه رسميا لرئاسية ليبيا نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي المستند الى كتلة انصار وارثها عن المصاري التاريخي لوالده والمعول عليها في ترجيح كفته في ميزان الاستحقاق الانتخابية سريعا ما صنع تراشحه جدلا داخليا تصاعد مع دعوة المدعي العام العسكري الليبي مفوضية الانتخابات الى وقف اجراءة تراشح سيف الاسلام والمشير خليفة حفطر الى حين مثولهما للتحقيق في الوقائع المتابعين بشأنها قضائيا واذا كانت دعوة المدعي العام العسكري ستضع مفوضية الانتخابات امام حرج قانونية بتحميلها مسئولية البت في ملف تراشح سيف الاسلام القذافي فان قراءات سياسية تذهب الى تعقد استقراء خارطة الانتخابات الرئاسية قبل ايام قليلة عن غلق باب التراشح بيد ان سيف الاسلام يواجه امرا بالقبض عليه صادرا عن المحكمة الجنائية الدولية منذ سنواته وهو ما اكده متحدث باسم الهيئة الذي اشار في تصريحات صحفية الاحدة بان الوضع القانوني لنجل القذافية سار ولم يتغير ويعد سيف الاسلام القذافية ثاني مترشح للرئاسيات يدع ملفه لدى مفوضية الانتخابات في وقت لا يزال الخلاف متواصلا بشأن سلامة قانوني الانتخابات مقابل اجماع على ضرورة تسليط عقوبات على كل طرف يحاول عرقلة المصاري الانتخابية مهما كانت طبيعته عقد قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان اول اجتماع لمجلس السيادة الجديد في وقت يعتزم تحالف قوى الحرية والتغيير مواصلته التصعيد ضد ما يعتبره انقلابا عسكريا من جانبه دعا لتحادل افريقي الجيش السوداني للانخراط في عملية سياسية تعيد المسار الدستوري رغم الاحتقان الكبير في الشارع السوداني وسقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى ورفض شعبي لما سمي خرق الوثيقة الدستورية والانقلاب على المسار السياسي مجلس السيادة الجديد يعقد اول اجتماع له برئاسة البرهان ونائبه محمد حمدان دوغلو موسى واحد عشر عضوا ما بين مدنيين وعسكري كانوا قددوا في وقت سابق للقسم بالقصر الجمهوري تحالف قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي اكد مواصلته التصعيد ضد ما اعتبره انقلابا عسكريا تماشيا مع رغبات الشعب السوداني حتى يتحقق النصر بينما دعا حزب الامة الى حوار وطني عاجل للتوصل الى مصالحة شاملة واتفاق لاستعادة المسار المدني الانتقال واطلاق الصراح المعتقلين بل اضافة الى تشكيل حكومة مدنية مستقلة الاتحاد الافريقي هو الاخر دعا الجيش السوداني الى الانخراط في عملية سياسية تؤدي الى عودة النظام الدستوري حيث يعتزم ارسل مبعوث الى السودان بناء على طلب مجلس السلم والامن قصد تقريب وجهات النظر بين كل الاطراف والتوصل بشكل عاجل الى حل سياسي للازمة الى اليمن حيث قالت الحكومة اليمنية في تعليقها على انسحاب القوات المشتركة من مناطق جنوب الحديدة ان الانسحاب لم يتم بتنسيق لا مع الحكومة ولا مع بعثة الامم المتحدة فيما شدد المتحدث باسم القوات المدعومة اماراتيا على ان الامر لا يتعلق بانسحاب وانما هو التزام ببنود اتفاق ستوك هولم نقاط استفهام كثيرة اثرت حول انسحاب القوات المدعومة اماراتيا من مناطق في مدينة الحديدة اليمنية فاسحة المجال امام جماعة انصار الله الحوثية التي اعلنت احراز التقدم في عمق المدينة الاستراتيجية وان قال المتحدث باسم القوات المشتركة ان الامر لا يتعلق بانسحاب انما هو اعادة انتشار وتموقع التزاما ببنود اتفاق ستوك هولم الذي شمل في احد بنودها مدينة الحديدة الا ان الجهات الحكومية والاممية المعنية بالاتفاق نفت اي علب بقرار الانسحاب الاول من نوعها منذ اندلاع المواجهات بين الوية العمالقة التابعة للقوات الحكومية وجماعة الحوثية قبل اكثر من عامين على الساحل الغربي لمدينة الحديدة ميدانيا سارع مقاتلو الحوثي الى اعادة فتح الطريق الرابطة مدينة الحديدة بالعاصمة صنعاء بعد اعلان سيطرتهم على المناطق التي اخلتها القوات المشتركة في مديرية الفقيه والتحيط والخوخة على اطراف المحافظة الساحلية تصعيد الاعمال القتالية في اليمن لا يقتصر فقط على مدينة الحديدة بل لمأرب والبيضاء منها نصيب التحالف العربي الذي تقوده السعودية اعلن ان العمليات الاثنين والاربعين التي نفذها في اليومين الاخرين في المحافظتين خلفت مقتل قرابة مائتين من عناصر الجماعة فضلا عن تدمير العشرات من آلياتها العسكرية اعلنت السلطات والايرانية عن مقتل شخصين على الاقل جراء زلزلين ضرب محافظة هرمزان جنوب البلاد فيما تبقى حصيلة ضحايا مرشحة للارتفاع ووفقا لمركز رصد زلازل الاوروبية المتوسطي فان شدة زلزال بلغت 6.5 درجات على مقياس رشتر هذا وكان الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي قد اعلن الاستنفار العام وحالة الطوارئ في البلاد نقلت وسائل اعلام روسية عن المركز الروسي الدولي للتعاون التقني والعسكرية ان الهند بدأت باستلام منظومة الدفاع الصاروخية الروسية الاس 400 يأتي ذلك رغم تهديدات امريكية بفرض حقوبات عليها في حال اقتنائها هذا السلاح التحذيرات الامريكية لم تثني الهند عن اقتناء منظومة الدفاع الجوي الروسي اس 400 وكان الاتفاق الهندي الروسي الموقع شهر اكتوبر الفين وثمانية عشر يقضي بحصول الهند على خمس وحدات من هذا السلاح الدفاعي في صفقة قدرتان ذاك بخمسة مليارات واربعمائة مليون دولار في مارس الماضي حل وزير الدفاع الامريكي لويد أوستين بنيو ديلهي حاملا معه رسالة امريكية واضحة مفادها ان امريكا ترفض رفضا قاطعا حصول زبائنها على سلاح الاس 400 تحت طائل فرض عقوبات صارمة لكن يبدو ان الهند لم تكترث لتهديدات الامريكية ومضت قدما في خطتها لتطوير دفاعها الجوي باقتناء الاس 400 لتستلم فعلا حصتها من هذا السلاح الهند ليست الاولى التي تقتني هذه المنظومة الروسية فقد سبقتها الصين وتركيا الى ذلك رغم كون الاخيرة عضوا في حلف الناتو وقد كلفها اسرارها على امتلاك هذا السلاح الاستراتيجي استبعادها من قبل امريكا من برنامج تصنيع طائرات الاف 35 القتالية الهوس بهذه المنظومة امتد ليشمل السعودية رغم ارتباطها الوثيق بصناعة السلاح الامريكية فالرياض تريد ايضا اقتناء سلاح الاس 400 من روسيا ويعود الاهتمام السعودي بهذه المنظومة الى عام 2017 انذاك اثارت تقارير وسائل اعلام امريكية ان الرياضة وموسكو اتفقتا على عقد صفقة تمكن السعودية من اقتناء هذا السلاح غير ان المحادثات انقطعت بهذا الخصوص تجنبا لأي عقوبات امريكية على الرياض عادت تقارير مجددا لتثير اهتمام السعودية باقتناء الاس 400 فهل ستحذر الرياض حذو انقار ونيو ديلهي رغم التهديدات الامريكية اعلن الجيش البولندي في بيان له عن مقتل جندي ينتمي لوحدة نشرتها بولندا على الحدود مع بلاروسيا لاحتواء تدفق المهاجرين الراغبين في الوصول الى اوروبا الى ذلك اعلن وزير الخارجية الالماني هايكو ماس لوسائل اعلام المانية ان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي سيقررون تمديد العقوبات الاوروبية على داعمي تهريب المهاجرين نحو اوروبا خلال اجتماعهم المرتقب الاثنين لافتا الى ان برلين تعمل على ضمان مشاركة روسيا في حل الازمة من جانبه نفى الرئيس والروسي فلاديمير بوتين اي علاقة لموسكو بالازمة على الحدود منددا بالاتهامات الاوروبية لصلة بلاده بالازمة معتبرا السياسات الغربية في الشرق الاوسط سببا في حدوث ازمة اللاجئين في اوروبا اذا في ملف التعاون اشهد الوزير والاول ايمن بن عبد الرحمن ومحمد بن راشد المكتوم نائب رئيسي الامارات وحاكم دبي اشهدوا بمستوى التعاون بين الجزائري والامارات العربية المتحدة وذلك على هامش مراسم افتتاح الدورة السابع عشر لمعرض دبي للطيران الفين وواحد وعشرين وفي كلمة القاها خلال احتفالية احياء يوم الجزائر في معرض اكسبو دبي الفين وعشرين اكد الوزير الاول وزير المالية الجزائري ايمن بن عبد الرحمن ان بلاده باشرت اصلاحات سياسية واقتصادية هامة وغير مسبوقة بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون واضعة نصب اعينها استغلال مواردها المادية والبشرية من اجل ترقية الاستثمار وتنمية الاقتصاد والنهوض بجميع القطاعات وليس الشراكاء الجزائر ببعيد عن هذه الاهداف التي سطرتها الجزائر ومن بينها ومن بينهم دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة التي تربطها بالجزائر علاقات اقتصادية متنوعة وثرية يعمل البلدان بكل عزم على تعزيزها لا سيما في مجال الاستثمار بما يحقق طموحاتهما المشتركة في مزيد من النمو والرفاه وبما يوظف قدراتهما الهائلة الوزير والاول الجزائري اعتبر ان جناح الجزائر اكبر من ان يختصر كموقعا للاشغاع الثقافي والسياحي بل يتعداها للمساهمة في ابراز افاقي وتطلعات الجزائريين للمستقبل ان جناح الجزائر الذي يقع في منطقة التنقل يأخذ زائريه في رحلة الحياة من جنوب البلاد الى شمالها مسلطا الضوء على محطات تاريخية فذة تعكس العمق الانثروبولوجي للجزائر وهي التي شهدت فجر الانسانية محتضنة في عين بوشريت اقدم تواجد بشري منذ مليونين واربعة مئة الف سنة لتكون عن حق مهدا للانسانية كما يبرز الجناح المواقع السياحية للوجهة الجزائرية في جوانبها المتعددة وكذا تنوع التعابير الثقافية والفنية بما يثري الاشعاع الثقافي والسياحي ليس فقط ترويجا لصورتها وانما مساهمة منها ايضا في اثراء معرض دبي 2020 وانجاحه فنجاحه هو نجاح لنا ايضا وتلكم هي قناعتنا دخلت الجزائر معرض اكسبو دبي 2020 بحضور لافتة مختلفة عن المعارض السابقة تعد الاكبر في تاريخ مشاركتها في المعارض الدولية ويشكل جناح الجزائر منصة جديدة لترويج لصورة البلاد ولطلاع على التحفزات التي تتيحها للمستثمرين الاجانب بجناح تمتزج بين تناياه الاصالة والمعاصرة تسجل الجزائر اكبر مشاركة لها في اضخم تظاهرة اقتصادية على الاطلاق هنا في اكسبو دبي 2021 تحضر الهوية التراثية للجزائر بكل تفاصيلها مثل ما ينشد الجناح المستقبل الجزائر بلد جميل جدا وهي تملك تراثا ثقافيا مذهلا اعجبت كثيرا بالصرابي وهذه التي هناك تبدو كأنها البسة تقليدية انها بالفعل رائعة مزيج فريد يعبر بظائر المكان من عمق التاريخ لتطلعات لمستقبل واعد في رحلة ستنائية اثارت اعجاب الكثير من زوار اكسبو دبي 2021 الجزائر تشتهر في التمور في الصحراء في كل شيء ما شاء الله احنا في العراق احنا درسنا عن تاريخ الجزائر من احنا وصغار في المدارس رحلة عبر التاريخ تلامس الموروث التقليدي الذي استطاع بدوره ان يحجز مكانه باقتدار حرف يدوية جذبة الكثير من المهتمين والفضوليين اول ما تفوت عليها بيرضولك الماضي والحضارات المتعددة والمتنوع الموجودة بالجزائر والتاريخ المميز الموجود عند الجزائر مكان حافل بعبق التاريخ والثورات ومنصة جديدة للجزائر لجلب الاستثمارات والبحث عن رؤوس اموال اجنبية في التظاهرات الاقتصادية الدولية الضخمة في ظرف يشهد العالم تعاف تدريجي للاقتصاد بعد تداعيات وخيمة لجائحة كورونا تسجل الجزائر للمرة الاولى في تاريخ مشاركتها في المعارض الدولي الكبرى حضورا مميزا في اكسبو 2021 لتشكل فرصة استثنائية للعودة للمحفل الدولي الاقتصادي الابرز عالميا الى رياضة الان حيث افرزت الجولة الخامسة من تصفيات دور المجموعات الافريقية المؤهلة الى نهاية كأس العالم قطر الفين واثنين وعشرين افرزت نتائج مفاجئة لبعض المنتخبات من شأنها تشجيد والصراع في الجولة الاخيرة التي ستكون مصيرية قبل المرور الى الخطوة الثانية وهي مرحلة المباريات الفاصلة نتائج الجولة الخامسة من دور المجموعات التصفوية لقارة افريقيا الفين واثنين وعشرين افرزت نتائج رجحت كفة الصراع والتموقع قبل اللقاء الاخير الذي سيكون بالنسبة لعدة منتخبات فاصلا للتأهل لمباراة السد خطر الغياب عن المحفل الكروي الدولي الاكثر اهمية سيهدد كل المنتخبات التي تتساوى او تكاد في النقاط منتخبات ساحل العاج والكاميرون في المجموعة الرابعة سيتواجهان في لقاء جد صعب للظفر بريادة المجموعة اما المنتخب التونسي الذي تعثر امام غينيا الاستوائية سيكون مطالبا بتحقيق الفوز في اللقاء الاخير امام الزنبيا منتخبات اخرى لم تضمن التأهل بعد تحتاج لنقطة التعادل للعبور لمباراة الحسم الحديث هنا عن المنتخب الجزائري امام وصيفه منتخب بورك نافاسو نفس الحال بالنسبة لمنتخب نيجيريا امام وصيفه كذلك في المجموعة منتخب جزر الرأس الاخضر الامور لم تحسن بعد في القارة الافريقية يصعب توقع مآلها يواصل المنتخب الجزائري تحضيراته المكثفة لمباراة هذا الثلاثاء امام بورك نافاسو في اطار الجولة الختمية من تصفيات كأس العالم الخاصة بمنطقة افريقيا الحصة تدريبية جرت في ظروف جيدة تعكس الحالة المعنوية المرتفعة للعبين قبل المواجهة التي يعول عليها كثيرا اشبال بالماضي من اجل اقتطاع ورقة العبور الى الدور الفاصل في هذه التصفيات سوف نحاول ان نقوم بلعب مباراة جيدة يوم الثلاثاء امام بورك نافاسو والتركيز جيدا عليها وبعدها يبدأ التفكير في كأس امم افريقيا جانفي المقبل كل اللاعبين الذين تم استدعاؤهم يريدون اللاعب لكن الكلمة الاخيرة تعود للناخب جمال بالماضي لما يعتمد علي المدرب احاول ان اكون عند حسن ظنه من اجل مصلحة المنتخب لكن قبل كل شيء يجب التفكير في الفريق الوطني حمل القميص الوطني يبقى شرفا بالنسبة لي ومن اجل الشعب الجزائري سواء انا او رايس وهاب بلحي يجب ان نكون حاضرين الامور تسير بشكل جيد رايس يقوم باداء جيد وانا هنا من اجل ان يكون في الظروف المواتية لتحضير لقائي بوركينا فاسو تحدث رئيس والتحادي الجزائري لكرة القدم شرف دين عمارة عن مستقبل المدرب جمال بالماضي مع المنتخب وحول امكانية تمديد عقده بعد المونزيال وهذا في تصريحات للاذاعة الجزائرية حيث اكد المسؤول الاول عن الهيئة الكروية ان تشجيد عقد المدرب لن يدوم اكثر من خمس دقائق مضيفا انه لا يريد تركيز على هذه النقطة مدام المنتخب ينتظره تحضيات كبيرة اولها التأهل للمونزيال وكذا كأس امم افريقيا الى الثقافة الان والى مهرجان بيروت للافلام الفنية الوثائقية الذي سينطلق منتصف هذا الشهر تحت شعار الوحي ليستمر لمدة عام كامل صعيا من القائمين على القطاع الثقافي اعادة لبنان الى الواجهة الثقافية الحياة الثقافية في لبنان تنتفذ من تحت الرماد معلنة ولادة مهرجان يلقي الضوء على مأساة لبنان على مدار العامين الماضيين في وقت يمر فيه اللبنانيون باسوأ ازمة في تاريخهم المعاصر على جميع الاصعدة يأتي القائمون على المهرجان ليؤكدوا ان الافلاس المادي لن ينجم عنه افلاس فكري عدة محطات سيصلط عليها الضوء بدءا بجائحة كورونا والازمة الاقتصادية وانفجار مرفأ بيروت التي ادت الى عزل لبنان ثقافيا الفعاليات ستكون بمشاركة المعهد الثقافي الايطالي وصفارات كل من الولايات المتحدة وسويسرا وإسبانيا وبلجيكا ومعهد جوتا الألماني على أن تكون العروض والأنشطة في مصر حيمونو لمدة عشرة أيام لتستمر بعدها لمدة عام كامل تحدي كبير وغير مسبوق انطلق به مهرجان بيروت للأفلام الفنية الوثائقية في دورته السابعة تحت شعار الوحي سعيا من القائمين عليه لإنقاذ الحياة الثقافية في لبنان من الانهيار إلى هنا مشاهدين نصل إلى نهاية النشرة نشكركم على الحسن الإصغاء والمتابعة في أمان الله موسيقى